السلام عليكم الابنات مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة اليوم ان شاء الله نشارك معكم تحضير ريال تحلية اسبانية المعروفة في اسبانيا بمكونات بسيطة بسيطة وكتجي لذيذة كما تشوفوا يمكن تقدموها مع الفطور فكتجي رائعة مكونات بسيطة بسيطة وكما كتلكم هذه التحلية معروفة في اسبانيا كي يحضروها بزاف إذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة اضغطوا على زر مربع الأحمر وفعلوا الجرس واتنساوش اللايك الفيديو اذا اعجبكم كليكم على المقادير وطريقة تحضير كما اكتل لكم البنات هذه التحلية بسيطة واقتصادية متناول جامع والأهم من هذا الشي كله كجلدي لبنات جربوها على حسابي وارضو عليها في التعليقات نحتاج هنا ثلاثة اصفر البيض ثم معلقة كبيرة منشة أو ميزينة ثم نحتاج هنا القرفة ثم قشور حمضة حولوا ما امكان ما تقشروا حولوا ما امكان غير قشور ثم نحتاج هنا ججمع الكبار من سكر تنيضة السكر حسب الدوق هنا نصف لتر من الحليب هذه المقادير بسيطة واقتصادية متناول جامع بسم الله على بركة الله نحتاج هنا قشور الحمضة تحاولوا ما امكان لا تقشور لا تقشور لا تقشور ثم نضيف نصف لتر من الحليب ثم نضيف قبصة من القرفة ب Lay it كنا نضيف تحليه في المنزل نضيف نضيف ثم نضيف جميع التقشور الاناء ثلاثة البيض ثلاثة السيف ثلاثة السيف ثلاثة السيف وترجمة ثلاثة سكر ثلاثة ثلاثة نضيف معلقة كبيرة منشة أو ميزينة ثم قبصة من القرفة نضيف معلقة كبيرة من القرفة نضيف معلقة كبيرة نضيف معلقة كبيرة نضيف معلقة جيدة نضيف معلقة كبيرة يجب أن الحليب كما تشوفو نحتاج هنا واحد صفايا اللي كنصفيو فيها الحليب ولكن كنعملو غي شوية وكنحركو بالزربة باش البيض ما يطيبش يعني مع التحريك نضيفو غيل قليل من الحليب ثم كنحركو جيدا باش البيض ينام يطيبش ثم كنضيفو شيئا فشيئا للحليب مع التحريك المستمر هاد تحلي هادة البنات قدموها في رمضان فزوينة زوينة زوينة وغادي تعجبكم اكيد غا تعجبكم الى صوبتوها ان شاء الله وقدمتوها وحضرتوها فلي يتواصل معي في انستغرام صوروا لي نشوف كي جاتكم وقولوا لي كيف جاتكم ايضا صفا البنات بعد ما ضفت الحليب ديالي كامل صفيتو ضروري ما تصفيو هالبنات كتخلطو جيدا للبنات ثم نرجعو الكسرون كيف ما كتشوفو باش نردو اللعافية طيب لانه ضروري خصنا الخالد ديالنا يعقد محيط فيه الميزينة ودك الميزينة خصنا نعقدو به هاد الخالد هادا صفا البنات ثم نرجعو العافية وهنا معاكم صفا البنات بعد ما وضعتو على العافية اللي انقصت ليها معا التحريك ضروري كتحركم ما كتزولوش يدكم اللعافية يعني كتحركم زيان مزيان باش ما تلتسقش ليكم الخالد كتحركم جيدا حتى كتتحسوا بالخالد ديالكم بدك يعقاد يعني حتى كيغلال لكم هاد الخالد هادا صفا البنات كيما كتشوفو رابدك يغلي ودابا غا تنطفع لها البنات كيما كتشوفو وضروري كيما كتليكم تحريك المستمر اه كنحتاجو هنا ثلاثة ديال الكيسان كيما كتشوفو على هاد الحجم هادا يعني بهذا الدكور هادا وكنحتاجو هنا البيسكوي ديال مارية اللي معروفة يعني معروف بسكوي ديال مارية اه كنحتاجو هنا القرفة لتزيل اه كنحاولو نوضع شوية ديال الخالد هادا في الكيسان هي القليل كما كتشوفو بها الطريقة هادا فهاد الخالد هادا شا نقول لكم زعما واحد تحلية اللي كتكون من اسمه بالقرفة والحامض ولا ارواع البنات جربوها اكيد غتعجبكم اه سافيدة بغا نوضع اه القطو مارية كيما كتشوفو في الواسط نحاولو نوضعه في الواسط باش ميجيش بالجند بحلاكة ثم كنزينو بالقليل من القرفة ضروري باش كتنسم هادا هادا التحلية هادا البنات كتعطيلو واحد الماداق رائح ثم كنوضع الباقي من الخالد فوق من هادا البسكويت ليدرس ديال مارية كنحاول ان يعني يجيوني يجي يجيني الخالد يعني يعني بحل بحل ماشي شي عامر شلا يعني كيسان يجيو بحل بحل هكه في الخالد سافيدة بانكتافي وبنتبه تزين من الفوق كيف ما كتشوفو فنحاول نزينو ايضا بقاطو مارية يمكن لكم ديرو القليل ديال الخالد وقاطو المهم تكتكملو الطبقات كاملين فانا درت يجيوش طبقات كافين صافي اللي بنات بوضعت كيف ما كتشوفو قاطو مارية بهالطريقة هادا او بسكوي مارية ثم كنحاول ندردره بالقرفة من الفوق باش كنسم به هاد التحلية هادي اللي كتجي رائعه على البنات كيف ما كتشوفو بهالطريقة هادي ضروري كتعملوا القرفة حيط القرفة هي الاساس في هاد التحلية هادي هذا هو الشكل من نهائي البنات ديال التحلية البنات بعد اما بردات مزيان 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 وشدة راسها كما كتشوفو فكتجي رائع البنات كتجي لذيذة 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 جدا جدا فجربوها اي كدغتنا للاعجاب ديالكم ها تحلق نحاول رائعنا نحيت شوية بس شوفو كي كتجي من الداخل ها ما كتجي من الداخل كتجيزو واضحة WA احتل بسكوي مكي بقشقة صح يعني كيرطاب وهات التحلية هادي غاتعجب احتل اطفال صيغر كي ما تتعرفوا ان حنا أطفال صيغر كي احمقوا مع ديه بسكوي ديال مارية كيموتوا عليه اكيد غاتعجبهم وغنية صراحة وفيها مكونات بسيطة يعني اي واحد يقدر يصاوبها وهذه اللي معروفة في اسبانيا اللي اسمتها ناتياس معروفة لبنات في اسبانيا كيحضروها بزاف بزاف وهي بايش معروفة اكتر بهذه النسمة دي القرفة اللي كتعطيه واحد نسمة زمين لها تحليها دي فكما اكتليكم هات تحليها دي حضروها في رمضان مع الفطور او الصحور وكتجي راقية في التقديم حضروها للضيوف فكتجي زوينة لبنات مهم جربوها وردوا لي في التعليقات دي لكم زوينة وقلوا لي كيف جاتكم واي استفسار اي سؤال عندكم خلوه لي في التعليق او تواصلوا معايا على صفحتي على الانستغرام باش تشوفوا اليوميات دي وللي دائما كنحط اليوميات ديالي فالبنات هذا هو الفيديو ديالي يوم كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون الاعجاب ديالكم وإلى عجبكم ما تنسوش اللايك للفيديو وإلى عجبكم بارتاجيوا مع الاهل والاحباب باش هكتعهم الفائدة باش نديد نزليكم الاكثر صفحة البنات هنا من قلكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة